ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمتدين قصة وقالوا إنك تبعي بهدى معك نتخطف من أرضنا إلا أنها واحد اسم الحارف ابن عثمان ابن نوفا ابن عبد مناف ذهب إلى رسول الله وقال إننا نعلم أن نتجد بالحق ولكن نخاف أن نحن آملنا بك وابتبعنا هداك أن نتخطف الخطف الأخذ بشدة وسرعة حاجة بتخطفها يعني مش كده الخطف كده ولا إيه بين الخطف والغصف الغصف صاحب الشيء بي نزعك أنت تبقينه الشيء يبقى الخطف خطف متخطف من أرضنا يبقى العلة لأنه يبتدع الحق والهدى بإكراره كأن الحال أقر بأن ما جاء به رسول الله إيه حق وأن ما جاء به هدى يقول العكل بأي يقول أنت يبقى الحق يبقى أنه إيه بأنه هدى وخفت من أنه يتخطفوه لو أنت بتقارب وما دم أردت أن يتحقق هدى قارب بين أن يتكون على أقس وعلى غبل ويختفوكم ويختفوا نعليتكم اللي يبقى ويطهدوكم حسن خدوكم فقد خسرت شيئا يفنى الدنيا والحياة والتاقة ولكن لك كتبت حياة باقية جاء الله يعني لو كان العقل بقى يتبقى رسوله على حق أو على غدى وخفتات لا يتخططكم من نفس ظلمة يقول 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 يقولك وحتفت للخير اللي بتجيبه على مكتبى قوة البشر واتردت لخير اخر ايه على قوة الله الحق سبحانه وتبقى يبقى ايه الاعلى يبقى تسمى يبقى لو قادمتها مطلعة عقلية على ايه هترخصها كنت يجب ان ترجح الهدى والحق يوم للنبي قال انك ان اتبعت الهدى يختفوك ويجبوا تهدوك ويخدوك فجاب الغد بقى شوف ازاي وقالوا انك اتبع الهدى معك نتقطف من ارضنا اللي هم كتبته اولا نمكن لهم صرما امنا يزبى اليه ثمرات كل شيء رزقا من لدينا ولكن اكسرهم لا بقى انتم وانتم كافرون به مشركين وعبد الاسلام وفي جاهلية وما يشكف الحرم اهملية الحرم ده لبنى حتى بواد غير ذي زرع وبعد ذلك يقول الله يجبى اليه ثمرات كل شيء تجلك ينتوا عديد كيف يفنع معكم هذا وانتم مشركون عبد الاسلام ثم اذا استضيتوا الى الحق يتخلى عنكم الله 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 ايه المكذة ايه كيف تعتبر اولا اسألوهم كده اولا نمكنت لهم اسألوهم اولا نمكن لهم حرم الامين وحين يريدوا الحق ان يثبت قضية بتأكيد لا يقول لا كدالين انا مكنت لهم حرم الامين ورزقتهم من يعيثوا لا يحتكبون ويجبسلهم يجبى مش باختيار الناس يجبى ولذلك احنا كنا نجي بالقادي لوحب طائف طائف مشهورة بالرمان وده اينه لامنا من وحب طائف لوحب بساتين الرمان وده اينه الرمان اتلاكين يعني حاجة مبتزة ورمان فالروح القولنا نجيبه من المزالة فلما رفنا واصدقائنا نجيبه من المزالة قال لا هم ندوش ليه يبني قال ده مخصوص لأهل مكتب اين بيعنا منه حاجة هنا يختلف يبقى اشوف يجبى الي يعني مثالا بالعاشا كده فاذا قلنا مكننا لكم حرم ومكننا حرم امن وانتم مشركون بالآن عدد الاسنان وبينجيب لكم رجئ ايش بتاع البلد وبينجيب لكم رجئ تاني نفطر من لدن اتبقى تحبك ايش موجود يقولني سبك لما تتبع الجدى وتتبع الحق يبقى ايضا باقي الصح انا منك يمكن اولا احنا قلنا من بيجع الحق يدو اكتب حاجة يقول انا لا اقولها خبرا كان من الممكن يقول لك الزبيل انا مكنت لكم حرما انما كلام منه هو وخبرا الخبر في ذاته يحتمل ترتدي انا مش هقول لان الممكن انا اسألهم قالوا ممكن يسألهم يقول امكنت لكم حرما امنا بالاسبات يعني قال لك يمكن تلقيه انا اسأل على النفس انا ما عملت اسكلي يقول ما يبيني الدوام الا لا اذا انت عملت يبقى يمكنه قال القضية بدليل ايه منهم هم هو لو يمكن له حرما حرما يعني شتك حرمنا فيها اشياء الله حرم في كل البقاع اشياء عامة ولكن له خص ما اتكب ان حرم فيها اشياء اي حلال في غيرها ونزل سميك ايه حرم مثلا حرم كل الكبائر دي في اي بقعة انما في مكة حرم كل الكبائر دي ويا العالم وقفتها الآن حرم ان يكتب فيها وحديد كل الحرم نحجر ولو كان لك عنده طار لانه بيق عليه من خالد ما تبيني الصعامة اخليه يخبط انما تقتلوش هناك الله وإلى الكائن الخبر يبقى لازم نعلم بالمهج ويجي رسول يقول لهم دي تعملوها وان ما تعملوها عشان لما نأخذ بالعذاب يبقى نقدم بشيء من العزل يبقى لا رسولكم الناس يفعلون ما يشاءون ثم نجل نمسكهم فتاة ونقولوا انت عملت كذا طب وانا عملت كذا هو دا جريمة يبقى انت عملتها انها جريمة يبقى لازم زي ما قلنا انبارة لا عقوبة الا بتجريم ولا تجريم الا بنص ولا نص الا باعلام يبقى قبل ما ناخذ اي قضية بالعذاب لكن بعثنا لهم رسول نقول لهم دي كذا ودي كذا ودي كذا ودي كذا على الأول اذا نبعث رسول ولا نأخذ قرية ونحن ظالمون لها بل لازم تكون عملة اسباب تؤدي الى ايه الى ان ننزل بها الايه العذاب وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولك احنا قلنا القرية اه التسلسلات كده يقولك ايه اه نجح اذا كان في قصرة واحدة كده كفر كان قصرة بس بس بسطة كده مش عالف ايه اه قرية تبقى كبيرة شوية ام القرى تبقى هي اللي يعني العاصمة او الايه او الحبب زي ما احنا نقول دلوقت عزبة وكفر وقرية ومرتز ومحافظة وعصمة بش ايه كده فبلاك بقى كده اتنينها امه متبدية وعندهاش بقى الخيام والمش عالف الايه والترحال ده وبيوتهم وقلوب وعطوه على البحرين فاذا وجدت قرية مأخوذة من اقالة من ان اي واحد عندما يقول لعني لائفها ايه كرة بسيطة واحدة قرية واحدة مش يعني ايه اللي عندها لئمة يكلها يعني عجالة كده وام القرى اللي ايه حواليها وفيها اكتر 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 من الايه لتنزر ام الايه القرى ومن حولها ام القرى ومن ايه من حولها وش مين ام القرى القرية ام قالك لاني قرية بالنسبة للجزيرة كانت فيها التجمع اللي موجود كانت قرية بقى كبيرة فيها الاكاب الاوي يسموها ام الايه ام القرى واخدها ام القرى ام قالك لاني القرى التانية والعزب والنجوع بتعيش على ايه على الخير اللي موجود في ام القرى اللي ميجدينش عليهم يروحوا المين يروحوا يقولوا لها هات من البندر هو مايشوها عندوش من البلحين يريهيب من البندر لكن مش من البندر يقول لك يا روح المعبضة انك انتلاك واروح ناصر انك انتلاك مثلا الله يبقى ام القرى كأن ام القرى لها حنان يشمل صغار البلاد حولها ام القرى ام القرى تر 말�ون ولهم ام القارى ام القرى